بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج التريند بالتأكيد خلال الفترة الأخيرة ما كناش معاكم في نفس التوقيت على مدار الأيام الماضية بسبب طبعا بالتأكيد ارتباط القناة ببس العديد من المباريات الهمة سواء في القرى الطائرة في قرى السلة ارتباط مهم جدا بالعديد من الألعاب الفردية والجماعية في الفترة الأخيرة وانتصارات مهمة جدا على جميع العصائدة في النشاط الرياضي خلال الفترة الأخيرة ولسه بالتأكيد مستمرين في الفترة القادمة في بس العديد من الأحداث المهمة خاصة مع قرب موعد نهائي دور المرتبط لقرة السلة خلال ال72 ساعة اللي جاية ولكن خلال الأيام الماضية ما كناش معاكم ولكن حصل ظرف صعب جدا بنتمنى بالتأكيد يعني الشفاء العاجل لمعالي الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي يمكن تعرض لوعقة صحية شديدة خلال الفترة الأخيرة يمكن أجرى ما يقرب من حوالي خمس عمليات جراحية ألف مليون سلام عليه بإذن الله يعني خالص الدعوات والتمنيات بالشفاء العاجل يمكن أكثره من الدعوات خلال الفترة لأن الدعاء بغير القدر وبإذن الله نتمنى الشفاء العاجل وبإذن الله معالي الوزير يخرج من هذه الوعقة الصحية سالما غانما بإذن الله لأسرته وأهله وأصدقائه وأحبابه في النادي الأهلي يمكن الفترة الأخيرة شفت يمكن ناس كتيرة جدا ويمكن في اللحظات الصعبة أكيد بتشعر بقى ساعتها بأن كل الأحباب حواليك كل الأصدقاء حواليك ولكن بإذن الله إن شاء الله يخرج منها سالما غانما إن شاء الله معالي الوزير العمري فاروق ونتمنى يا رب أنه يقوم سالما خلال الفترة اللي جاي عشان نطمئن عليه وكل أسرته وأصدقائه وأحبابه في النادي الأهلي يطمئنه عليه الحاجة الثانية بالتأكيد يمكن لأهل لعب ثلاثة مباريات في الدور العام مباراة المأولين مباراة سيراميكا مباراة الجونة بعد الخروج من الدور الإفريقي بالتأكيد نتكلم على هذه المباريات كمان بنتكلم على دور أبطال إفريقيا اللي هينطلق إن شاء الله بعد الأجندة الدولية نهاردة عندنا كواليس وتفاصيل مهمة جدا بالتأكيد في ظل إن عندنا أخبار كتيرة ما كناش معكم في الأيام اللي فات لكن نهاردة عن التكلم في التفاصيل مهمة جدا في برنامج الترند ولكن بسرعة عشان وقت الحلقة نروح بأهم العنوان البداية في الترند الأهلي الفريق راحة من التدريبات خمس أيام وفي الترند المحلي صلاح ينضم للتدريبات المنتخب ألا السلساء وأخيرا ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر نوفمبر طيب نروح لإستعراض مباريات اليوم والنهاردة في مجموعة من المباريات في الدور الإفريقي والدوريات الأوروبية يمكن في هذه اللحظات احنا في دقيقة لتالتة من وقت بدل الضائع في نهاية الدور الإفريقي اللي بيقام حاليا في بريتوريا في جنوب إفريقيا وسانداونز متقدم على الوداد بهدفين مقابل لشيء هذه النتيجة بالتأكيد بتضمن لبطل جنوب إفريقيا موامولي دي سانداونز الفوز بالنسخة التجربية الأولى للدوري الإفريقي نروح للدور الإنجليزي وفي خمس لقاءات النهاردة وفي أربع مباراة في التوقيت الحالي ليفربول متقدم على برينت فورد بهدف مقابل لشيء أحرازه محمد صلاح أستون فيلا متقدم على فولها ماتنين صفر برايتون متقدم على شيفلد يونيتد واحد صفر وويستيهام يونيتد متعادل مع نوتينجهام فورست واحد واحد ساعة ستة ونص تشيلسي بيصديف منشستر سيتي قمة مباراة الدوري الإنجليزي الدوري الأسباني وبعد قليل برشلونة بيصديف دي بيرتيفو ألفس ساعة سبعة ونص إشبيلية بيصديف ريال بيتيس والساعة العاشرة من مساء اليوم أتلتكو مدريد بيصديف فيا ريال نروح للدوري الإيطالي ومنذ قليل انتهت مباراة نابولي أمام إمبولي وفوز إمبولي خارج أرضه على نابولي بهدف مقابل لشيء وفي هذه الأثناء أودونيزي متقدم على أطلنطا 1-0 وفورنتينا متعادل مع بيلونيا 1-1 ولاتسيو هيصديف روما الساعة سبعة وإنتر ميلا هيصديف فورنسيوني الساعة العاشرة إلا روبا دي أبرز مباراة اليوم والنهاردة بالتأكيد كان فيه إنجاز جيد جدا بالتأكيد هنتكلم عليه أيضا النهاردة في برنامج التريند فوز النادي الأهلي على الخليج السعودي في مباراة تحديد المركز الخامس في كأس العالم للأندية ألف مبروك لقطاع النشاط الرياضي ولأسرة كرة اليد تحيي المركز الخامس للمرة التانية في منافسات كأس العالم للأندية فاصل ثم نواصل أهلا بحضراتكم من جديد طبعا ممكن النهاردة في إنجازة طيب جدا نتحقق لأسرة كرة اليد وقطاع النشاط الرياضي في النادي الأهلي بعد الفوز على الخليج السعودي بالرمايات الجزائية المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 30-30 ولكن استطاع الأهلي في الرمايات الإيجابية يتفوق على الخليج السعودي ويحصد المركز الخامس في كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية بطولة السوبر جلوب يمكن هذا المركز ليس جديدا على النادي الأهلي الأهلي سبق ليه قبل كده الفوز بالمركز الخامس في عام 2015 ودي المرة التانية الأهلي حقق فيها المركز الخامس عام 2022 المركز الرابع أيضا الأهلي حقق هذا الترتيب في البطولة الماضية عام 2022 وكان أفضل ترتيب للنادي الأهلي وأفضل مركز للأهلي في كأس العالم للأندية لكرة اليد كان عام 2007 حقق الأهلي ساعتها المركز الثاني والميدالية الفضية ألف وبروك لقطاع كرة اليد وقطاع النشاط الرياضي كنا نتمنى بالتأكيد التأهل للمباراة النهائية ولكن الأهلي قدر يكسب الفريق النور السعودي الخليج السعودي الكويت كويتي ولكن الخسارة الوحيدة كانت أمام برشنون الأسباني وهذه الخسارة يمكن كانت سبب في ابتعاد الأهلي عن المربع الزهبي واللعب في السيمي فاينال ولما لا التوجد في المباراة النهائية دي كانت بداية لازم أبدأ بها هنيئا لمجلس إدارة النادي الأهلي وقطاع النشاط الرياضي وجماهير النادي الأهلي في كل مكان وبالأخص جماهير النادي الأهلي في السعودي اللي كانت موجودة في الصلاة المغطاء اللي استضفت كل مباريات الأهلي خلال الأربع خمس أيام الماضية الأمر الثاني يمكن فريق النادي الأهلي عقب الخروج من الدور الإفريقي لعب ثلاث مباريات في الدور العام كسب المؤولين 2-1 كسب سيراميكا في الوقت الضايع أو في الديه 90 2-1 بهدف أفشة وانبارح كانت مباراة مع الجونة في استاذ خالد بشارة وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على مستوى النتائج في الدور العام الأهلي في الصدارة من خمس مباريات حقق 13 نقطة ولسه ليه مباراة مؤجلة مع بلدية المحلة فإن شاء الله في حال الفوز كمان الأهلي هتفوق بفارق ما لا يقل عن ثلاث نقاط عن الفريق الوصيف فريق بيراميدز وبالتالي على مستوى النتائج الأهلي ماشي بشكل كويس في الدور ولكن بعد الخروج الإفريقي على يد ماموليدي سانداونز وخسارة السوبر أمام اتحاد العاصمة والتعادل بالأمس أمام الجونة والأداء اللي ما كانش بشكل جيد في مباراة المؤولين أو حتى مباراة سيراميكا يعني أقول الجمهورة الآن شوية ويمكن بالتأكيد إحنا دورنا ننقل نبض الجماهير من خلال وسائل الإعلام ومن خلال شاشة طرقانات الآل والجمهورة الآن وخايف لأن الآل بالتأكيد مقبل على مباراة حاسمة الفترة اللي جاي أولا مقبل على دوري أبطال إفريقيا ثلاث مباراة قبل التوقف عشان كاس الأهم الإفريقية وممكن يبقى أربعة يعني ممكن تلعب أربعة مباراة في دوري الأبطال أو بحد أدنى أو يعني ثلاث مباراة عندك كاس عالم أندية في منتصف الشهر اللي جاي بعد أقل من شهر هتلعب مطش في كاس العالم للأندية والمطش ده ممكن يخليك تكمل لغاية نهاية البطولة هتلعب ثلاث ورابع هتلعب على البطولة يوم 22 ديسمبر وبالتالي أنت داخل على معطلق صعب جدا كمان بعد توقف الدولة هتلعب ثلاث مباراة محلية ما بين المباراة الإفريقية فالجمهورة الآن مش قصة النتائج بس قصة الأداء نتمنى الفترة اللي جاية الأجنتة دي اللي المنتخبنا عيلعب فيها مباراةين في تصفيات كاس العالم مع الجيبوتي وسيراليون يقدر كولر يقدر كولر يفهم ويستوعب شوية الفترة دي إيه الأخطاء اللي حصلت وإزاي يقدر يتغاضع عنها عشان يقدر يكسب المرحلة اللي جاية عايزين كولر بتاع السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت على فكرة برضو في نفس التوقيت ده الأهلي كان فيه مباراة ما بيقدهاش بشكل كويس وكان بيكسب وفيه مباراة ما كانش بيقده بشكل كويس أو كان بيقده بشكل كويس وبيخسر بس تقدر تقول كان الراجل لسه في بداية الموسي جاهز الفن بقيارة مرسل كولر كان في بداية الموسي وجات مباراة سانداونز وبالمناسبة يعني أنا باتكلم على سانداونز سانداونز دلوقتي خلاص كسب رسميا النسخة التجربية الأولى من مسابة الدوري الأفريقي هو بطل هذه المسابقة بعد الفوز على الوداد المغربي 2-0 المباراة انتهت خلاص منذ لحظات وفريق مباراة سانداونز هو بطل لأول نسخة من الدوري الأفريقي النسخة التجربية وبالتالي كانت مباراة سانداونز مع مرسل كولر الموسي الماضي هي المباراة اللي نقدر نقول كولر غير فيها شكل الفريق والسراتيجية الفريق ويكسب الأخضر واليابس يعني يكسب كل حاجة أنا هلموسم بالفوز بخمس بطلات وفاس بدوري أبطال إفريقية نتمنى أن الأجندة الدولية دي تكون فرصة أنه كولر يعيد حساباته كولر من المدربين لو شاف أنه ماشي في سكة مش هتوصله للنتائج والبطلات اللي عايزها ما عندوش مشكلة يغير في حساباته وكولر المفروض الفترة اللي جاي يفقر شوية ويشوف الأخطاء اللي كانت عنده إيه الفترة اللي فاتت لو فيه مشاكل بدنية يعالجها لو فيه طريقة لعب وأخطاء فنية يقدر يحلها ويفقر في أفقار جديدة عشان المرحلة اللي جاية أنت داخل على بطولات ما فيه الشهزار دوري أبطال إفريقيا كاس عالم أندية بطولة سوبر في الإمارات العربية المتحدة نهاية شهر ديسمبر الأداء الناس مش مبسوطة منه الجمهور زعلها من الأداء الجمهور كمان زعلها من حاجة تانية أن اللعيبة حتى لما تشارك بشكل أساسي ولما بتنزل مفيش الشغف يعني إحنا دايما كنا بنشوف لعب النادي الأهلي تحديدا لو بعيد عن المباريات وبياخد فرصة ينزل يلعب بياكل النجيلة الحتة دي برضو الجمهور حاسس أن لا يعني برضو الجزئية دي الجمهور شايف أن لا فيه لعبة مفتقدة فبرضو الناس محتاجة اللعبة تعيد حساباتها الفترة اللي جاية اللي بيلعب في الأهلي عارف أنه يبلعش حاجة واحدة بس أنه يكسب وحتى لتقدر الله لو خسرت أو تعادلت لكن قدت بشكل كويس الجمهور عيحييك يعني جمهور النادي الأهلي فهم كرة ووعي كرة كويس جدا وشايف أنه لو الفرقة بتلعب وبتأدي كويس جدا لكن النتائج مش مساعدها الجمهور هيبقى دافع قوي جدا للفريق ولكن لما بيشوف الأداء مش كويس والنتائج سلبية لأ الجمهور بيقولك لا استنى ده ما يناسبش النادي الأهلي فالفترة اللي جاية نتمنى الأجندة الدولية اللي جاية تكون فيها إعادة الحسابات على الأقل على المستوى الفني سيب النتائج دي توفير ربنا سبحانه وتعالى اكتهت زكرت حاولت أكيد ربنا هيكرمك لكن مهم جدا تعمل أداء كويس وتستفيد من الأخطاء ده مهم جدا الفترة اللي جاي وإحنا بنتكلم على دوري أبطال إفريقيا وبعد الأجندة الدولية أكيد هيبقى فيه مباريات يعني فيها ضغط كبير جدا عايز أفكر الناس إن الأجندة تخلص 21 نوفمبر الأهل مقبل على 3 أو 4 مباريات في دوري أبطال إفريقيا احنا بنتكلم الأهل ومدياما الغاني 25 نوفمبر المباريات دي على فكرة جماعة تحددت بشكل رسمي خلاص الاتحاد الأفريقي عشان كاس الأمم في شهر يناير وفبراير فالاتحاد الأفريقي حدد بشكل رسمي مواعيد الجولات الأربعة طيب الأهل ومدياما 25 نوفمبر يانج أفريكانز مع الأهل في تنزانيا يوم 2 ديسمبر المباراة دي في تنزانيا الساعة 9 بالليل على فكرة المباراة الثالثة الآلي وشباب بولزداد يوم 9 ديسمبر في القاهرة المباراة الرابعة مع شباب بولزداد في الجزائر ولكن إمتى معادها المبدأي 19 ديسمبر معادها المبدأي 19 ديسمبر ولكن أنا هنا عندي خبر مهم جدا لكل جماهير النادي الأهل دائما احنا بنحب نشتعل الأخبار والمعلومة شغلنا دائما مبني على المعلومة والخبر طيب الأهل هيلعب المباراة دي ولا المباراة دي هتتأجل اللي يوم 19 ديسمبر في الجزائر خذوا الكلام ده بشكل رسمي هو لسه ما خرقش من الاتحاد الأفريق ولسه ما تمش إرساله للأهل أو شباب بولزداد ولكن كالعادة احنا بنحاول نسبة ونشوف إيه اللي هيحصل بالنسبة لذي المباراة الأهل الراحة السعودية يوم 11 ديسمبر الأهل هيسافر السعودية يوم 11 ديسمبر عشان يستعد الأولى مباراة يوم 15 ديسمبر ماتش 15 ديسمبر ده هيكون مع الفائز مبين اتحاد جدة أوكلان سيتي يعني الأهل هينتظر الفائز من اتحاد جدة أوكلان سيتي عشان يلعب مع الأهل يوم 15 ديسمبر ماتش 15 هو اللي هيحدد موقف ماتش شباب بولزداد في الجزائر بمعنى لو الأهل إذا ربنا قرمنا إن شاء الله وكسبنا يوم 15 ديسمبر سواء كسبنا اتحاد جدة أو كسبنا أوكلان سيتي أي أن كان متكملين في كاس العالم لغاية النهاية لغاية يوم 22 ديسمبر وبالتالي ماتش شباب بولزداد في الجزائر يوم 19 ديسمبر هيتأجل بس هيتأجل لإمتى هيتأجل ليوم 17 فبراير هيتلاعب يوم 17-2 بعد كاس الأمم الإفريقية بخمس أيام على طول تخلص مسبقة كاس الأمم تطلع على الجزائر عندك ماتش مع شباب بولزداد الجزائري المعدة إذا تم تأكيده بشكل رسمي خلال الفترة اللي جاية ده معناه أن ماتش الأهل والزمالك في الدور الأول اللي مؤجل لـ 15 فبراير هيتأجل تاني تمام؟ الماتش ده هيتلعب في فبراير بعد كاس الأمم في حال إن شاء الله إذا الأهل يكمل في كاس العالم لغاية نهاية البطولة يوم 22 ديسمبر طب لقدر الله الأهل يخسر الجولة الأولى في كاس العالم يوم 15-12 وبالتالي خرج من البطولة مش هيتلعب 19 هيترحل لإمتى؟ يا إما يتلعب 20 أو 21 ديسمبر في الجزائر يعني الأهل يخلص ماتش يوم 15-12 لقدر الله يعني إذا خسر يا إما يرجع للقاهرة إما يطلع من السعودية على الجزائر على طول عشان يلعب ماتش بلوزداد يوم 20 أو 21 ديسمبر بعد المباراة دي مش هترجع للقاهرة هتطلع من الجزائر على الإمارات ليه؟ عندك بطولة سوبر للأندال أبطال في الفترة من 24 لـ 28 ديسمبر عندك مباراة مع سيراميكا كست تلعب الفاينل مع الفائز ما بين فيتشر مع بيراميس ده مشوار الأهلي في الفترة اللي جاية تبقى لمباراة دول المجموعات والإعلان الرسمي للجولات التلاتة الأولى والجولة الرابعة اللي هتتأجل يا إما لفبراير أو 48 ساعة بناء على نتيجة بناء على نتيجة مباراة الأهلي والتحاد جد أو أكلان سيتي يوم 15 ديسمبر ده كان خبر مهم جدا برضو لازم أتكلم عليه المعلومة التانية اللي معايا وإحنا بنتكلم على مباراة إفريقيا النادي الأهلي زي ما انتوا عارفين كان الفترة الأخيرة اشتكى شوية من الأخطاء التحكمية اللي بتحصل فيه المسابقات الإفريقية وإحنا هنا كلينا الصبق في العديد من الحلقات وقلنا إيه الأخطاء اللي موجودة والتعينات اللي بتتم والمشاكل التحكمية اللي بتحصل نهاردة بس عايز أفكر حضراتكم بحاجة مهمة جدا وإنتوا بتتفرجوا على مطش الوداد وسانداونز سوافك أزابلانكا أو العودة في بريتوريا شايفين الوقت الضائع قدي 12 دقيقة الشوت الأول وال9 دقيق الشوت الثاني اللي اتفرج على المباراة وخذ باله من الوقت الضائع اللي حسب الحكم الكونغولي جون جاك نادالا 12 دقيقة شوت أول 9 دقيق شوت تاني اللي قل لما لعب سانداونز في القاهرة التاني كان فيه عشر دقائق قد سبعة دقائق ركزوا في التفاصيل دي على فكرة ممكن ما يكونش فيه أخطاء تحكمية مؤثرة ولكن ركز في الوقت بدل الضائع اللي الحكم بيديه للفريق اللي بيلعب على أرضه التحكم الإفريقي لسه بنفس مشاكله دي نقطة أنا بس قلت فكر بها الناس عشان الأهل لما اشتكى ما اشتكىش عشان خسر ولا اشتكى عشان عنده مشاكل لا اشتكى لأنه فعلا بيواجه صعوبات في البطلات الإفريقية وحجم المجاملات اللي بتحصل في التعينات على فكرة المجاملات دي مش الهدف منها انه يكسبك ولا يخسرك لا هي المجاملات دي الهدف منها انه عايز يطلع حكام ويبروز حكام على الصحة الإفريقية بس ممكن ده يجي في صالح فرق ويجي عكس فرق النقطة اللي عايز اتكلم عليها ودي نقطة محدش اتكلم عليها خالص لأن النهاردة انا معايا تفاصيل خطيرة جدا اندلت على شيء بتدل على ان الناس القائمين على ادارة التحكيم في الاتحاد الإفريقي مش مركزين معنا خالص مش واخدين بالهم من ملف التحكيم خالص المجاملات وصلت لمرحلة ان الناس مش عارفة بتعين الحكم ده فين عشان يحكم ابو بارات مين انا بقدم ده النهاردة لاي نادي هيتضرر الفترة الجاية سواء للأهل للزمالك للمنتخب اللي عنده كاس أمم إفريقيا اللجنة الحكام اللي مسكت تحكيم في القرى الإفريقية أو في الاتحاد الإفريقي مش مركزة ليه انا هتكلم على تلات مباريات في دور الأبطال هيتلاقبوا الفترة اللي جاية تلات مباريات الفترة اللي جاية لما تبقى في مجموعة فيها بيرامدز وسانداونز ومازنبي ونوازيب الموريتاني ألف بتحكيم اللي بيعين لأن فيه بيرامدز وما يجيبش حكم جنوب إفريقي لأن فيه سانداونز طب لما لجنة الحكام تعين حكام من دول الأندية بتاعتها بتلعب في نفس المجموعة هل ده صح ولا غلط ده أكبر غلط وده إن ده اللي على شيء بيدول إن الناس اللي مسكة ملف التحكيم مش مركزة وإن التعينات بتتحط كده بناء على التوزيع الجغرافي ومش فارق معها الحكم ده كويس ولا وحش أنا مش هيعني مش هحط التفكير السلبي إن فيه لك قدر الله حد عايز يكسب ويخصر أنا هتكلم بس على إن الناس فنية لعندها مشاكل ماتش نوازيبو ومازينبي يوم 9 ديسمبر في موريتانيا المجموعة دي فيها سانداونز وبينامدز يعني ما ينفعش أجيب طائم حكام مصري أو طائم حكام جنوب إفريقي لا ده حصل بقى نوازيبو ومازينبي اتعين ليه طاق مصر بقية كابتن محمد عادل في موريتانيا يعني محمد عادل كان من المفترض هيدير مباراة ما بين نوازيبو ومازينبي في موريتانيا والمجموعة دي اللي فيها بيرامدز ده قالت بتحكيم ما ينفعش ده حصل اتعين محمد عادل بس لما تعين محمد عادل اكتشفوا بعد كده إن فرقة بيرامدز في المجموعة فما ينفعش فشالوا الكابتن محمد عادل وحطوا الحكم السوداني محمود علي اسماعيل أنا عندي مستندات تثبت ده عندي مستندات تثبت ده إيميلات تثبت ده عشان أعزبت للناس إن الاتحاد الأفريقي سيب ملف التحكيم لناس بتديره بأهواء شخصية طب تعالوا المطش التاني نوازيبو عيلاع بيرامدز في موريتانيا يوم 2 ديسمبر الطبيعي ما جيبش حكم جنوب إفريقي ليه؟ لأن معايا فريسان داونز لا اتعين حكم من جنوب إفريقيا الحكم طوم أبونجيل اتعين لمباراة نوازيبو وبيرامدز إزاي جنوب إفريقيا يا جماعة يدي المباراة زيدي وسان داونز ومنافس لبيرامدز ونوازيبو إزاي؟ لما تدركوا الخطأ وشافوا الخطأ على طول شاموا شالوا يعني طوم أبونجيل وحطوا مين؟ الأسيوبي بملكة سيمة جابوا حكم من خارج الدول الأربعة اللي في المجموعة ده تعيين تاني الخلطة التالتة الغلطة التالتة كانت في مباراة أسيك ميموزا ويوان جالكسي يوم 19 ديسمبر كل دي المباراة دي لسه ما تلعبتش ده تتلعب الشهر ده والشهر الجاي ماتش أسيك ميموزا ويوان جالكسي المجموعة دي فيها مين؟ فيها الوداد المغربي وفيها سيمة التنزاني يعني قالب به لما أجيب حكم يحكم ماتش ما بين كدل بطل كوديفوار وبطل بتسوانا لأجيب حكم من تنزانيا ولا يجيب حكم المغرب لأن الوداد ويسيمبة في المجموعة راحوا جابوا ردوان جيد لحكم المغربي ولما عرفوا أن ده غلط تدركوا الخطأ وعدلوه وجابوا حكم مصري الكابتن أمين عمر هيدير هذه المباراة نقطة أو لمبة حمرة بنوارها من دلوقتي محدش يسق في لجنة التحكيم الناس دي مش مركزة والتعينات اللي قلتها دي أكبر دليل والأسوأ الجاي خلال الفترة اللي جاية فاصل ثم نواصل أهلا بحضركم من جديد وآخر أخبار التريند والبداية هتكون معايا من تريند الأهلي البداية في تريند الأهلي من حساب بطولاته بيتكلموا على العرقام الأهلي مع السويسري مرسي الكولر في بطولة الدوري حتى الآن لعب خمس مباريات في مباراة ستة مؤجلة مع البلدية في الخمس مباريات تعاد اللقاء أخير مع الجونة فاز أربعة والحمد لله لم يتلقى أي خسارة نروح لحساب ملعب القرار 24 بيقولوا أن التوقف الدولي فرصة كولر لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح مع الآلي وبيقولوا أنه طبعا ما كانش فيه أداء مع الفريق في مباراة الجونة الجمهور الزعلام ولكن الفترة دي هيبقى فيه توقف فالراجل يقدر يعيد حساباته في الفترة جاية ومدي خمس سيام أجازة وراحة ولكن بعد العودة من الأجازة والراحة السلبية يقدر يشوف الفريق محتاج إيه في الفترة اللي جاية نروح له حساب الوطن وبيتكلموا عن أن فيه قرارات راضعة من بيبو ضد لعب الأهل بعد التعادل مع الجونة طبعا ده بنان على اللايحة يعني أكيد اللايحة بتقول لو أنت كسبت أول خمس مباراة أو خمس مباراة متتالية لك مكافأة لو خسرت مباراة منهم أكيد فيه خصم لو تعادلت مباراة خارج أرضك أو على أرضك بيبقى فيه خصم ففيه لايحة أكيد منظمة لهذه الجوزئية ولكن الأهل على فكرة ما بيفوتش الفترات اللي زي دي عشان يبقى على طول اللعيبة بتستعيد ثقاتها في نفسها وترجع تاني للمكسب اليوم السابع بيكلموا على أن ثنائي الأهل يغادر القاهرة بعد فرامان كولر كولر إدى جازة خمس أيام ولكن دي أجندة دولية فبالتأكيد الفترة اللي جاية فيه صفر لتنين من لعبت النادي الأهل الانضمام لمنتخباتهم بيرستاو مع منتخب جنوب إفريقيا وقاليو ديانج كمان مع منتخب مالي طبعا كلنا عارفين معلول مصاب فمش موجود مع منتخب تونس والنهاردة هو كمان حساب اليوم السابع بيقول أن الأهل يؤكد جاهزية معلول لانطلاق الدور المجموعات بدورة أبطال إفريقيا معلول مش مسافر مع تونس في التصفيات المؤهلة لكالس العالم هيكون موجود في القاهرة الفترة جاعة تبقى فرصة عشان معلول يجهز عشان يكون جاهز لأول مباراة يوم 25 نوفمبر أمام دياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا طب نكمل مع بعض ونشوف الوطن سبورت راح بقى لما هو أبعد ملف الصفقات وانتقالات يناير بيقولوا بالأسماء الأهل يستقر على صفقة الإنقاذ في يناير قالوا أن فكرة التعاقد مع المهاجم المحلي أصبحت مطروحة بقوة في ظل توضع مستوى مودست وعدم ظهور صلاح محسن وما فيش مهاجم أجنبي مرشح بشكل جبير طب من الأسماء المحلية على عهدة الوطن بيقولوا أحمد أمين أوفا مهاجم أمبي وأحمد عاطف مهاجم فيوتشر باقي شهر ونص على انتقالات يناير 45 يوم ونشوف الكلام ده هل هيكون صحيح ولا عبارة عن اجتهادات المصر الرياضي بيقولوا نجم تونس يطالب كولر بتحديد مصيره مع الأهل والكلام هيكون كتير الفترة اللي جاية على محمد الضو كريستو ما بيلعبش ما بيشاركش كبديل ما بيدخلش القيمة مع إصابة ريدا سليم وعلي معلول الناس ريدا تركز ما انت دلوقتي ما عندكش خمسة أجانب في القيمة دول تلاتة في اللي يمنع من ضم كريستو للقيمة ده أمر فني يخص كولر ولكن الفترة اللي جاية هنشوف تفاصيل كتيرة في السوشيال ميديا والغاية دلوقتي الجهاز الفني ما وضحش إيه الأسباب اللي ممكن يكون بسببها كريستو مش في القيمة أو ليه مش بيشارك كورا بلص النهاردة تصريحات للاعب ميدياما ديريك فورد جور اتكلم وقال استعدنا للآلي جيدا وتوقع تأهلنا لربع نهائي دوري الأبطال فريق حديثة عايز يعمل نتائج أكيدها تبقى تصريحات عن ترية الفترة اللي جاية قبل مواجهة الآلي في القاهرة آخر حاجة في تريند الآلي حساب في الجول اتطرح فكرة على سوشيال ميديا مش على الموقع الرسمي أو فكرة رسمية ليه ما نلعبش نهاية كأس مصر في استاد العاصمة الإدارية الجديدة ده تقال على سوشيال ميديا نهاردة من خلال حساب في الجول مصدر في اتحاد الكرة قال لم يتم طرح فكرة إقامة نهاية كأس مصر بين الأهل والزمالك في الاستاد العاصمة الإدارية الجديدة كل ده كلام غير صحيح ودي كلها أفكار بتتقال على السوشيال ميديا ولكن ليست معلومات رسمية نطلع لفاصل ثم نواصل أهلا بحضراتكم من جديد الفترة اللي جاية أكيد فيه أجندة دولية المنتخبنا الوطني تصفيات إفريقيا المهلة لكاس العالم فالنهاردة هنشوف بعض التفاصيل من خلال الترند المحلي البداية من حساب الاتحاد الإفريقي بالنسخة العربية بيقولوا أن صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويق باللقب منتخبنا الوطني منتخب مصر إليكم الأرقام الخاصة بجميع مشاركات منتخب مصر السابقة في كاس الأمم منتخب الفرعانة لعب في كاس الأمم 25 مرة لعب 107 مباراة كسب 60 اتعادل 20 سجل 168 هدف توج باللقب 7 مرات أخيرها كانت في أنجوليا عام 2010 خاصة البطولة خلاصها تنطلق بإذن الله بعد أقل من شهرين حساب اتحاد القرى النهاردة نشر قيمة منتخبنا الأولمبي اللي هيستعد في معسكر نوفمبر للألعاب الأولمبية في باريس القيمة زي ما قدامكم على الشاشة فيها من الأهل حمزة علاء أحمد نبيل كوكا وكمان كريم الدبيس الظاهير الأيصر لفريق النادي الأهل لكن طبعا زي ما نشاهدين قيمة فيها عدد كبير جدا من اللاعبين اللي لهم تاريخ كبير جدا في الأندية اللي تلعب في الدوري خلال الفترة الحالية اليوم السابع بيتكلم على وصول صلاح لمصر عشان يستعد للأجندة اللي جاية المنتخب هيبدأ معسكره من بكرة لتنين ولكن كعادة صلاح بينضم من اليوم التالي ما بينضمش فاوي اليوم محمد صلاح يصل القاهرة الاثنين المقبل وانضم التدريبات المنتخب يوم الثلاثاء آخر حاجة في التريند المحلي قائد جيبوتي المباراة اللي نلعبها مع جيبوتي بإذن الله يوم 16 نوفمبر قائد جيبوتي حمزة عبدي إدلي قدل بتصرحات لموقع بطولات وقال إن محمد صلاح لعب عظيم والملعب هو الفيصل أمام مصر قال نحن نعرف جيدا أن مصر من ضمن أفضل أربع فرق في إفريقيا لذلك نكن لهم كل الاحترام لكن كل فريق يحتاج للفوز الملعب هيكون الفيصل على مدار 90 دقيقة هنبذل قصارة جهدنا لتحقيق الانتصار طبعا عنده طموح أن يعمل حاجة ولكن كلكم عارفين طبعا يعني إن شاء الله بإذن الله نتمنى 6 نقاط سواء على جيبوتي أو سيراليون فاصل ونرجع لآخر فقرة معنا في برنامج الترند أهلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من برنامج الترند وهيكون مخصص للقرى العالمية ونروح للترند العالمي ترند العالمي النهاردة معنا البداية من حساب ترانسفير نيوز لايف حساب ترانسفير لايف بيتكلم على لاعب انضم لأرسنال في الفترة الأخيرة توماس بارتي اللاعب الغاني اللي انضم للمدفعجية عشان يكون بديل لمحمد النني لتعرض لإصابة وغاب لفترة طويلة حساب ترانسفير لايف بيقول ان أراد أرسنال بيع توماس بارتي في يناير لكن إصابة فقده تعني انه قد يبقى مع النادي بعد فترة الشتاء وبالتالي لاعب جاء عشان يعود النني وكان بيفكروا يسيبوه في يناير لان دلوقتي النني بيلعب عليه أساسي ولكن إصابته معناها انه مكمل خلال الفترة اللي جاية ودي موقف أوضع موقف متعلق بالصفقات والتعاقدات اللي ممكن تتم في أرسنال في الفترة اللي جاية طيب حساب با ميرور بيتكلموا على تصريح مهم جدا ليورجن كلوب لانه بيتكلم على فكرة ان فريق الليفربول محتاج مدافع الفترة اللي جاية يورجن كلوب بيقول محتاج مدافع ورؤساء ليوربول سفروا للبرازيل لإجراء محادثات مع قلب الدفاع لوكاس بيرالدو بشأن انتقاله بقيمة 20 مليون جنيس ترليني إلى إنجلترا لاعب مهم جدا لوكاس بيرالدو يورجن كلوب عايز يضمه لفريق ليوربول الفترة اللي جاية لتدعيم خط الدفاع ولكن الصفقة ممكن تقترب من القيمة اللي ذكرتها 20 مليون جنيس ترليني ورؤساء الناتح حالية موجودين في البرازيل لإتمام هذا الموضوع في يناير المقبل طيب نروح لحساب ميل سبورت أو حساب ديلي ميل على تويتر بيقولوا أيضا أن ختاف الأسباني حريص على تحويل إعارة ماسون جيروند إلى صفقة دائمة من منشستر يونيتد الإنجليزي بيتمنوا أن يخلصوا الصفقة دي عشان تكون صفقة دائمة في صفوف المان يونيتد اللاعب ماسون جيروند نروح كمان ونكمل في التريند العالمي وحساب إي بي إيل وورلد وبيتكلموا على أن برشلونة سيتحرك قريبا من أجل لاعب وسط لستر ويلفرد نيديدي الذي سينتهي عقده في هذا الصيف برشلونة عايز يتعاقد مع لاعب لستر ويلفرد نيديدي ده عادة ينتهي فيه الصيف ولكن هنشوف هل يقدر برشلونة يضمه من لستر سيتي ولا لستر هيتمسك ببقاء اللعب حساب كورا أيضا بيتكلموا على أنشلوتي كارلو يعني أعيز أقول لك على حاجة في مشكلة ما بين فينيسيوس وكارل أنشلوتي الفترة الحالية فينيسيوس إلى أنشلوتي عقب تسجيل هدفه الثاني في فالنسيا حسب شركة ديفينسا سنترال قال له كارلو لا تعبث معي لا تستبدلني اليوم سأسجل هاتريك من فضلك لا تستبدلني يمكن في الفترات الأخيرة كان كارل أنشلوتي بيستبدل كتير في الشوت الثاني فينيسيوس جونيور اللاعب البرازيلي ولكن مع إحراز الهدف والاحتفال بالهدف فينيسيوس حاس أن أنشلوتي هيستبدله فراح قال له سيبني أنا أسجل وده على فكرة بتحصل فوقات كتيرة بين المدربين واللاعبين ولكن في النهاية في مدربين بيستجيبوا على فكرة لبعض اللاعبين ولكن مش كتير في مدرب بيكون متمسك بقراره أيا كانت النتيجة آخر حاجة معايا من حساب بترانسفيرا نيوز لايف أيضا وده على تويتر واللي بيقول بعد زملاء كيليا لنبابي لديهم انطباع بأنه بيلعب من أجل نفسه قبل كل شيء يعني بيفضل المهارة الفردية على روح الفريق أو روح الجماعية بعد الهزيمة في ميلا دارت مناقشات داخلية بشأن دور الفرنسي كليام مابي وتمركزه واختياراته في الفترة الأخيرة عموما دي أبرز النقاط اللي كانت معايا النهاردة في التريند العالمي النهاردة كمان كانت في مباراة في الدوري الإنجليزي محمد صلاح كان أحرز هدف في الشوت الأول لليفربول نتمنى الفترة الجاية نشوف تقلق فيه هدفين كمان يعني الهدف بقى هدفين نتمنى التوفيق للنجم المصري محمد صلاح في الدوري الإنجليزي في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وإلى اللقاء في حلقات أخرى قادمة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء